ناسر مين أحسن؟ علي معلول ولا يحيى عطية الله؟ علي معلول مش يعني من أحسن بكات الافتجاج في المكان ده مع النادي الأهلي علي معلول يحيى عطية الله ما عملش لسه المرضود إلا أنا إحنا لدنا في المكان ده أنا وإنت آه طبعا في المكان ده قدام شوية ونحت الشمال فبيبقى لها موصفات معينة علي معلول جاي من الأول المرضود بتاعه كويس جدا وطال يحيى عطية الله لسه ما ظهرش بالشكل اللي هو المطلوب بينه ليه نادي الأهلي والزمالك ناديين الكبار دولت أكتر حاجة لعبهم مطرفين طبعا بقول لك حاجة فضل ده دي قناعاتي أنا كان نفسي أبقى مدرب على فكرة قناعاتي علي معلول لعبه لايق على طريقة لعب الأهلي مصبوب يعني علي معلول ما كانش نجح مع الصفاقسي ولا مع المنتخب التونسي زي ما نجح مع الأهلي ليه؟ فضل لأنه هو اسلوب لعبه متطابق مع طريقة واسلوب النادي الأهلي اسلوب النادي الأهلي فما فيش حد في الحتة دي هيتفوق يحيي عطيته الله اسلوب أنا موجود نظر اسلوب لعبه غير متطابق خالص مع طريقة لعب النادي الأهلي والله يعني حلع ماتشان جيدة وكل حاجة لكن مش هيوصل للتوب فورم بتاعلي معلول مستحيل ووضع عليه ويعني واضح اللي هو ده اسلوب ده طريق لا هتلاقي فيهم نفسه يعني علم علول إذا رجع إن شاء الله هو بقى سليم وعايز أقول لك حاجة كريم فؤاد لو سليم كان ممكن يلعب وكريم يدي بس على فكرة لعب كويس يعني أنت في المكان بس هو خلاص هو مش مقتنع بي لكن هتحط مقارنة مع يحيي عطيت الله مع علم أنت وظلم يحيي طب إفرد علم علول دلوقتي يقال إن هو على شهر 12 هينزل التدريبات الجامعية خلاص وخلاص على آخر 12 فيه قيد الأهلي يعمل إيه خلي بالك المعلومة اللي عندي أو اللي أنا شايف أو إحنا اللي شايفونه وإمكاننا تتفق معاه فيه إذا علم علول رجع وسليم وما في المية وفي الفورم بتاعته فيه واحدة يمشي من الاتنين لأ رجع سليم لا برستاو لا ما هو برستاو ماشي ماشي ما خلاص على عندي المعلومة دي هجيبه واحد مكانه أجنبي لسه حسب علم علول علم علول لو سليم هتمشي حد أجنبي تاني هتمشي ممكن ماشي ترد سليم ممكن لو أنت بتقوله أو رجع مش مؤثر قوي مع الفرق بس برضو أنت مش هتم أنت برضو كان القندوسة مش مؤثر ومشيته وبعلم مش هت انت حاس برضو مهما كان لعب كويس